هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجماعة القاهرة باليوبيل الذهبي بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وذلك للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و1973 وشهدت الاحتفالية حضوراً واسعاً شمل عدداً من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خريجي الكليات للدفعات بين عامي 1969 و1973 في مقدمتهم رئيساء الوزراء الأسبقين الدكتور أحمد نظيف والمهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة هذا إلى جانب الدكتور عمر طلعات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وخلال كلمته في الاحتفالية أكد مدبولي أن القطاع الهندسي في مصر قطاع رائد مشيراً إلى أن حركة التطور وتصارعها بصورة كبيرة تفرض على كليات الهندسة والكليات العلمية والتطبيقية أن تتوكب مع هذه السرعة في التطور والإنجاز ونوها رئيس الوزراء إلى دور جامعة القاهرة التاريخي والتي كانت دائماً رمزاً ومنارةً للعلم وعنواناً لتقدم وريادة مصر